مشكلة كبيرة وأزالية يعانيها العراق تتجسد على هيئة تأخر وتلكء في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية هذا التلكء يشكل تحديا كبيرا للحكومة الاتحادية والمحلية ويدفع ضريبته المواطن التأثير بالسلب يلقي بضلاله على النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وتحسين الخدمات العامة سوف نكون أمام هذه المشاريع المتلكئة والمتوقفة وسيكون لنا دور رقابي حقيقي وفي حال استمرار هذه التلكؤات سوف نقوم بتحويل هذه الملفات إلى القضاء لكل من تسبب بتلكء أو توقف هذه المشاريع مراقبون يعزون سبب التلكؤ إلى الفساد الإداري والمالي والذي يتجلى من خلال الرشاوة والمحصوبية واستخدام النفوذ لتوجيه العقود والمناقصات لصالح جهات معينة دون اعتبار للكفاءة والجودة هذه المشاريع المتلكئة كلها يفترض أن يكون هناك جرد شامل وتفصيلي وجزئي عن أسباب هذا التلكؤ وأساسا يفترض أن يكون هناك دراسة لماذا أحيلت هذه المشاريع إلى تلك الشركات؟ ألم يكن هناك دراسات جدوى اقتصادية لإنجاز المشاريع؟ هل هذه المشاريع هي مفيدة لتقدم محاوظة اقتصاديا؟ وأسهم غياب التخطيط السليم والمستدام في تأخير المشاريع إضافة إلى عدم وجود دراسات جدوى دقيقة إذا فإن ضرورة تعزيز آليات الرقابة والمساءلة لمكافحة الفساد وضمان تنفيذ المشاريع بفعالية وكفاءة يمكنه تغيير الواقع وإحداث نقلة نوعية المفروض هناك لجان لقابية المفروض هناك نزاها المفروض لجنة النزاة تدخل بهذا الموضوع وشوف مثلا ملعب الفلاح ملعب لدارة المحلية ليش متأخر لحد الآن؟ ملعب الفلاح المفروض ستحكمل إحنا بحاجة النادي يصعد وما عندنا ملعب الفندق لحد الآن من قبل سنة شاء الله وإنقاذ ملو لحد الآن متوقف المطار يومية يقول لنا راح يكمل لحد الآن ما كمل مشروع المجاري يعتبر كارثة في محافظة نين هو سوت لك مجسر سوت للشوارع أخلط العالم تنجن قال أنه احنا عدد الشوارع وشتغلوا وشتغلوا عام يتعجب جد أكون مال جد اشتغلوا مقابلة احنا كلها خذوها كله عمل بلدية من الموصل محمد طلال قناة زاروس فضائية